رئيس الوزراء يكثف اجتماعاته مع منظمات الأعمال وممثل القطاع الخاص استعداداً للمؤتمر الاقتصادي مع تواصل الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 التخطيط تعلن تقدم 6281 مشروعاً للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا بأنظمة دفاعية جوية متطورة وموسكو تؤكد أن الموقف الأمريكي يثبت أن واشنطن جزء من الصرع العشرة بتوقيت جرينج الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة نشط إخبارية جديدة تأتيكم من دي أمسي أهلاً بكم يواصل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاته مع منظمات الأعمال وممثل القطاع الخاص استعداداً للمؤتمر الاقتصادي والذي تصدفه العاصمة الإدارية خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري استعرض رئيس الوزراء في اجتماعين عقدهما مع المطورين العقرين والمستثمري السياحة استعرض الملفات الهامة بشأن تشجيع الاستثمار في القطاعين وصولاً لخارطة طريق يتم إعلانها في ختام المؤتمر الاقتصادي لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري مع بدء العد التنازلي لانعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي تصدفه العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري تكثف الحكومة اجتماعاتها مع مجتمع الأعمال بهدف وضع خارطة للفترة القادمة تحقق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري المؤتمر الذي تشارك فيه إحدى وعشرين جهة محلية ودولية يصل حجم المشاركين فيه إلى ما بين أربعمائة وخمسمائة مشارك حيث تشارك فيه ضمن منظمات الأعمال اتحاد الصناعات والغرف المتخصصة والمجالس التصديرية وجماعيات رجال الأعمال فضلا عن مشاركة رؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمجال الاقتصاد ويناقش المؤتمر كافة الملفات الاقتصادية الهامة من خلال ثلاثة محاور رئيسة حيث يتم تقصيص كل يوم من أيام المؤتمر لمحور منها وتشمل هذه المحاور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية وتمكين القطاع الخاص واستعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي كما يشهد جلسات هامة ضمن هذه المحاور منها جلسة بشأن وضع استراتيجية لتطوير الصناعات المصرية وتعظيم الصادرات وفي إطار الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعدادا للمؤتمر جاء لقائه مع المطورين العقاريين لاستعراض سبولة دفع صناعات التطوير العقاري حيث أكد أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية في مصر والتوسع في تصدير العقار المصري في ظل ما تتمتع به مصر حاليا من مشروعات عقارية متميزة من شأنها جذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية وفي لقاء مماثل مع المستثمرين السياحيين أكد رئيس الوزراء أن مصر تستحق وفقا لما تمتلكه من إمكانات سياحية حجما أكبر من حركة السياحة خاصة أن الدولة قدمت كل الدعم المطلوب لهذا القطاع وما زالت بصدد تقديم المزيد من الدعم وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيشهد جلسة كاملة عن سبول دفع قطاع السياحة للخروج بتوصيات تعمل على تحقيق قفزة في هذا القطاع الحيوي والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في البداية أرحب بك معنا دكتور عبد المنعم على شاشة دي أم سي المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيف مصر من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري يتقسم هذا المؤتمر وأيام المؤتمر إلى عدة ملفات همة ومحاور مختلفة لو تطلعنا على تفاصيل هذه الملفات والمحاور هو أولا هذا المؤتمر أعتقد أنه فرصة جيدة جدا لسماع وجهات النظر ومنقشة غقية مختلفة للنهوض بالاقتصاد المصري المؤتمر جاء في وقت مهم جدا في وقت يمكن فيه ظروف اقتصادية استثنائية على مستوى العالم وبالتالي هذه الظروف يمكن انعكست على الاقتصاد المصري بشكل آخر وبالتالي أصبح لدينا هناك إرادة سياسية حقيقية أن يكون هناك توصل لحلول اقتصادية مهمة للأذمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري والوصول للتحديات مصر عايزة توصل لها زي الوصول إلى 30 مليون سائح على الأقل تستضيفهم مصر أيضا الوصول بالصدرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا وبالتالي المؤتمر انقسم في الأيام إلى جلسات ومنقشات لأهم وأبرز القطاعات سواء كان القطاع التصدير سواء كان القطاع الصناعي الإشكاليات والمعركات والتحديات اللي بتواجه قطاع الزراعة والأزمات الديون والأزمة الخاصة بالحجم الفجوة التمولية الموجودة في الاقتصاد المصري المناقشات على مدار يومين اللي هو يوم 23 و24 يوم 25 هيكون هناك ما يطلق عليه يوم خارطة الطويق بمعنى أنه يكون هذا اليوم هو وضع توصيات ووضع اقتراحات قابلة للتنفيذ أو آلية التنفيذ لمجموعة من الاقتراحات هتتم تنفيذها على أرض الواقع وهي نتاج الحوار والحديث ما بين المشاركين وهم 21 جهة تقريبا حتى الآن و500 مشارك الغواف التجارية ممثلة رجال الأعمال الخضاء الاقتصاديين سماع الحديث وسماع الرؤية من هؤلاء وهم زو خبرة في مجالاتهم هيكون دي صدر كبير جدا وأن الحكومة النهاردة أعلنت أنها سوف تقوم بتنفيذ وهيكون هناك آلية التنفيذ فعلا على أرض الواقع سواء كان في ملفات مهمة دي ملف الصناعة والتحديات اللي بيواجهة لي ملف التصدير أيضا ملف التحرك داخل الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات لأن النهاردة مكانة مصر العالمية ومكانتها من إمكانيات يعني موجودة داخل الاقتصاد المصري تواجه أنها تجذب مزيد من الاستثمارات خاصة في ظل طوافر الطاقة طوافر البنية التحتية طوافر الأراضي الصناعية المغفقة لدينا فرص استثمارية لدينا سوء كبير جدا نحن نريد أن نحسن استغلال هذا السوء بشكل كبير خلال الفترة القادمة ويكون هناك تحول للمحنة الاقتصادية في المستوى العالم إلى منحة أنها تعود علينا بالفائدة على الاقتصاد المصري دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية شكرا جزيلا لكم استعرض وزير التنمية المحلية هشام أمنى في لقائه مع رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية فاطيمة عبد المالك استعرض استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وجاء ذلك في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لكوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية هذا وأكدت رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ثقتها الكبيرة في التنظيم المصري للقمة المقبلة التي تستضيفها مصر نيابة عن إفريقيا كما أعربت عن تطلعها لعقد منتدى على هامش فعليات قمة المناخ لمناقشة أهمية الدور المحليات والمدن في مواجهة التغيرات المناخية تنطلق اليوم فعليات مؤتمر السلوك الأخضر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء والمهتمين بشؤون البيئة والتغيرات المناخية من داخل وخارج قطاع الطيران المدني والوكالة اليابانية الجايكة يأتي انعقاد المؤتمر اتصاقا مع رؤية مصر 2030 والتي تتضمن التوجه نحو الممارسات البيئية الخضراء في مجالات الأعمال والاقتصاد ومنها إدارات وتشغيل المطارات للحد من التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشهيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مناقشة الأثر الاقتصادية للتغيرات المناخية أعلنت وزارة التخطيط أن إجمالية المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 6281 مشروعا كما أشارت إلى أنه سيتم اختيار 18 مشروعا من هذه المشروعات وفقا للمعايير لتقييم واستعراض تفاصيل تلك المشروعات في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة توجه أساسي ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار جاء طرح المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة وطنية رائدة ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وذلك بهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على المستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمة لها وفي أحدث تقرير بشأن الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مختلف المحافظات وهو التقرير الذي عرضته وزيرة التخطيط الدكتور هالي السعيد على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكدت وزيرة التخطيط أن إجمالية المشروعات المتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعا أخضر ذكي تضمنت 688 مشروعا كبيرا و2115 مشروعا متوسطا و889 مشروعا محليا صغيرا و655 مشروعا للشركات الناشئة و1789 مشروعا غير هادف للربح و1045 من مشروعات المرأة التقرير أشار إلى اختيار 162 مشروعا تبقى لمعايير التقييم بواقع 6 مشروعات لكل محافظة تغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة والتي تشمل تدوير المخلفات والطاقة ومواجهة التلوث والتكيف مع المتغيرات والانبعاثات والاستدامة كما تبنت كل محافظة مشروعا واحدا يمثل أهمية لها ويكون له مردود على المحافظة من جانبها بدأت الأمانة الفنية للمبادرة مطلع الشهر الجاري إعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعا من بين المشروعات 162 بواقع 10 مشروعات في كل فئة وذلك لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم تمهيدا لعرضها خلال مؤتمر وطني مطلع الشهر القادم بحضور ممثل الجهات الوطنية والدولية المختلفة ومؤسسات التمويل وتعتزم الأمانة الوطنية للتحكيم لإعلان المشروعات الثمانية عشر الفائزة في المبادرة على المستوى الوطني واستعراض تفاصيل المشروعات الفائزة وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالتنصيق مع وزارتي الخارجية والبيئة أكدت وزارة الإسكان تنفيذ خطة للتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسجيل قراءات العددات وتحصيل فواتير مياه الشرب كما أعلنت وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب وصرف الصحي وجهزة المدن الجديدة تقوم حاليا بتركيب نحو مليونين عداد للمشتركين سنويا وهو ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يتم تركيبه سابقا وخلال ترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب وصرف الصحية أكد وزير الإسكان عاصم الجزار على أهمية دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الاحتياجات الفعلية وشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير للنهودي بهذا القطاع مع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال عقد وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين اجتماعا مع وزيري قطاع الأعمال العام محمود عسمط والصناعة أحمد سمير ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبداللطيف ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي وذلك لاستعراض الإمكانيات التصناعية والتكنولوجية المتوفرة بهذه اليهات هذا وأكد وزير الإنتاج الحربي أن عقد هذا الاجتماع جاء في ضوء التوجهات الرئاسية بزيادة التعاون بين الوزرات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية لتحقيق التوافق والتكامل الصناعية كما أشار إلى أن الاجتماع استعرض التنسيق والتكامل للاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوفرة بكلها ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث تم ظهور محاصيل جديدة في الزراعة المصرية تتحمل الإجهادات البيئية المختلفة ومن أهمها الإجهاد الملحي والجفاف وهي من التغيرات المباشرة للتغير المناخية ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتغيرات المناخية تستمر وزارة تموين وتجارة داخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف المستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي منها المزيد من المتابعة رصدته لنا مراسلة دي أمسي شريهان حسن من داخل دسوق بمحافظة كفر الشيخ نعم تحياتي لكم مشاهدي دي أمسي نتواجد الآن في أحد مضارب محافظة كفر الشيخ لمتابعة موسم توريد أرز الشعير من المزارعين إلى مضارب المحافظة لوقوف على تفاصيل أكثر سيطلعنا عليها الأستاذ عماد حبيب وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ ألن بيك يا فندم على شاشة دي أمسي ولو تطلعنا أكثر عن مدى إقبال المزارعين إليكم وسعر ألتن ووصل لكام أنا برحب بيكون أول في أرض كفر الشيخ نحن هنا في مضارب تابعة للشركة الكبدة تابعة لوزارة التموين لاستقبال الأرز الشعير من الفلاحين سعر الطن الحبالة عريضة 6850 والحبالة الرفيعة 6650 فيه لجنة في كل نحن عندنا 21 مكان زي المكان ده بنستقبل فيه الرز الشعير من الفلاحين فيه لجن مشكلة برئاسة التموين وعدوية الزراعة وسلامة الغذاء وعدو الأباني للوزن وأمين العهدة بنستهدف 240 ألف طن لأن احنا عندنا مساحة مزروعة رز حوالي 240 ألف فدان على مستوى المحافظة أنا شايف إن إحنا النهار ده وصلنا 15 ألف طن توريد أنا شايف إن التوريد يوم عن يوم فيه تصاعد وحدك ممكن شايفها معايا فيه تصاعد وفيه أقبال أكتر من الناس ممكن أول نوص ما كانش فيه وعندي يعني ثقة وإن الناس هنورد إن شاء الله الكمية المستدفة بإذن الله فيه ضوابط طبعا متابعة فعايزة أسأل حضرتك إيه العقوبات اللي هيواجهها المزارع في حين إنه لم يأتي إلى المضارب الخاصة بوزارة التمويل يعني لو المزارع ما وردش وطبعا لحنا مش عايزين نوصل للحاجات إن المزارع ما وردش أنا شايف إن فيه حس وطني عند المواطنين في كفر الشيخ وطنيين وهيورده بس فيه إجراءات إحنا مفهود بنعمله إنذار وبناخد بيت منع من الأسمدة المدعمة وممكن تعمله معظر عدم توريد ودي حتى حيبقى لها غرامة لكل 10 ألف جنيه هو ما وردوش أتمنى ما نوصلش بالكلام ده لأنهم أهلين في كفر الشيخ وأتمنى إن نتم التوريد يعني أنا بحس وطني أنا الرز ده هيجي لي تاني في صورة مقرارات تومينية من وزارة التمويل وأنا شايف إن سعر مناسب يعني كمان نعايز والحاجة مهمة إن إحنا فيه قرار معاني الوزير للتومين طلع النهاردة بإن إحنا نشرك مضارب القطاع الخاص في عامية التوريد فأنا باهيب من خلال حضرتك جميع مضارب الموجودة في كفر الشيخ اللي عايز يشترك معنا في المنظومة هيتقدم لمدرورية التومين بطلب استجل التجاري والاستجل الصناعي وبطاقة الدربية وترخيص من لجنة الحبوب وحنعمله لجنة في المضرب بتاعه وحنستقبل الرز هناخد الجزء اللي يخص وزارة التومين وهو يشغل 50% للسوق وندي له تصريح بهذا الكلام احنا شايفين كميات كبيرة جدا وكمان فيه اقبال كبير من المزارعين هنا في المضارب اه انا شايف النهاردة الحمد لله انا مبسوط وسعيد ان فيه كميات كده واتمنى ان هي تزيد لان احنا لسه برضو في اول المستهدف يعني اتمنى ان هي تزيد شكرا أستاذ عماد حبيب وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ يعني احنا زي ما شايفين فيه اقبال كبير جدا من المزارعين الى مضارب وزارة التموين لتوريد ارز الشعير ودايما بتسعى الدولة المصرية لتوفير الاكتفاء الزاتي للشعب المصري في كافة السلع الاستراتيجية الهمة عودة الى الاستوديو وعد رئيس الامريكي جو بايدن نظيره الاوكراني فلودمير زيلانسكي بمساعدة امنية مستمرة من بينها انظمة دفاعية جوية متطورة وعرب بايدن فتصال هاتفي مع زيلانسكي عن ادانته للضربات الصاروخية الروسية في انحاء اوكرانيا بما في ذلك كييف العاصمة وشدد بايدن على المشاركة الراهنة مع سائر الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض تكاليف على روسيا وتحميلها المسئولية عن تدعيات الحرب الاوكرانية وتقديم كافة المساعدات لاوكرانيا امنيا واقتصاديا وانسانيا من جنبه قال سفير الروسي لدى الولايات المتحدة الامريكية الناتولي انتونوف ان تصريحات واشنطن المعلنة مؤخرا حول الاستعداد لتزويد اوكرانيا بامدادات اضافية من المنتجات العسكرية الحديثة يثبت ان الولايات المتحدة جزء من الصراع كما اضاف انتونوف ان قرار روسيا الضرب باسلحة دقيقة التوجيه لمنشآت البنية التحتية في اوكرانيا كان ردا على ما وصفه بالاعمال الارهابية التي ارتكبت في بلاده والمسئولية عنها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف يعقد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع قمة طارئة عبر الانترنت اليوم لمناقشة الوضع الاوكراني عقب الهجوم الصاروخي عليها الاثنين ويشارك الرئيس الاوكراني فلودي ميرزيلانسكي في القمة الالكترونية في محاولة لتعزيز التعاون مع الدول الاعضاء في مجموعة السبع وسط مخاوف متزايدة من ان هجوم نووي قد تنفذه روسيا هذا وكانت دول اسيت الاخرى لمجموعة السبع وهي بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة قد استأنفت عملياتها الدبلوماسية في اوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدومة الروسي ليونيد سلوتسكي ان موسكو لا تهدف الى ازاحة النظام الحاكم في اوكرانيا وانما تسعى الى منعه من امتلاك اسلحة ضمار شامل وذكر سلوتسكي ان روسيا تتحرك من خلال العمليات العسكرية الحالية من اجل دفاع عن امنها القومية وذلك في ظل ما يحدق به من مخاطر بسبب ممارسات كييفا وليس لاجل تفكيك نظام سياسي في اوكرانيا كما اشار المسؤول الروسي الان الضربات التي شنتها بلاده اليوم على عدد من مناطق في اوكرانيا كانت ردا على الهجمات الاوكرانية على القسر الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرات القرمة اكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجير يابكوف ان بلاده لا تهدد احدا باستخدام الاسلحة النووية وقال ريابكوف ان الولايات المتحدة والدول الغربية تؤجج الخطاب النووي على خلفية الاحداث الجارية في اوكرانيا مضيفا ان الغرب جعل الامر يبدو كما ان روسيا تستعد لشن ضربات باستخدام اسلحة دمار شامل كما اشار الدبلوماسي الروسي الى ان الوثيقة الخاصة بسياسة روسيا في مجال الردع النووي تحدد بوضوح شروط تطبيقها من جنبها قالت وزارة وصحة والخدمات الانسانية الامريكية انها انفقت ملايين دولارات لشراء دواء لعلاج الامراض التي يسببها الاشعاع النووي فيما وفرت اوكرانيا حبوب اليود التي تساعد في منع امتصاص الاشعاع استعدادا لأي هجوم من نووي محتمل مع تصاعد القلق الدولي بشأن الاستخدام المحتمل للاسلحة النووية في الحرب الروسية الاوكرانية شرعت الولايات المتحدة الامريكية في شراء ادوية بملايين دولارات لاستخدامها بحالات الطوارئ النووية وقالت وزارة الصحة الامريكية انها انفقت مائتين وتسعين مليون دولار لشراء عقار نيبليت لعلاج الامراض التي يسببها الاشعاع النووي وذلك كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للاستعداد بشكل افضل لانقاذ الارواح في حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية ويمكن ان تسبب متلزمة الاشعاع الحادة النتيجة عن التعرض لجرعة عالية من الاشعاع في مجموعة من الامراض اما الحالات الشديدة فتحدث اثارا مدمرة على الجسم بما في ذلك تدمير نخاء العظم والنزيف الداخلي وفقا لمراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها الصحة الامريكية اوضحت ان دواء نيبليت الذي يمكن استخدامه لكل من البالغين والاطفال يعمل على تخليل النزيف الذي يحدث غالبا بسبب الاشعاع على الجانب الاخر تستعد العاصمة الاوكرانية كييف ومراكز الاخلاء بحبوب يود البوتاسيوم والتي يمكن ان تساعد في منع امتصاص الاشعاع والاستعداد لهجوم النووي محتمل على المدينة الاتحاد الاوروبي بدوره كان قد اعد خطة تدعى برنامج الانقاذ تم اقرارها بعد شهر من اندلاع الحرب في اوكرانيا وينص البرنامج على وضع خطة طوارئ للتعامل مع الكوارث الكبرى التي قد تصيب الاتحاد الاوروبي بما في ذلك مواجهة هجمات نووية ويقوم البرنامج على الاستجابة السريعة لاي هجوم كيموي او بيولوجي او نووي وحماية المواطنين الاوروبيين من اي مخاطر تنتج عن هذه الهجمات وبحسب البرنامج فان حاجة الدول الاوروبية للأدوية سوف ترتفع عند حدوث اي هجوم نووي ولهذا فقد خصصت ميزانية فوق 550 مليون دولار من اجل تخزين الادوية والمعدات الطبية اما الشق الثاني من الخطة فيتمثل في تحضير الفرق المختصة والمعدات لتحديد الاشخاص والمواقع المتضررة من الاشعاعات النووية وكذلك وضع اجراءات لمحاصرة انتشار الاشعاع النووي في مناطق اكثر الى هنا مشاهدين الكرام نختتم هذه النشرة الاخبارية من دي امسي شكرا جزيلا لحسن المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة